هو انا ينفع اعمل حسف الجهة اتصال معينة في تطبيل ايمو ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور ناردة كده هقولك ازاي نحزف جهة اتصال في تطبيل ايمو يعني لو انا مش عاوزة اي يعني شخص معين في تطبيل ايمو او اشخاص معينة في تطبيل ايمو وممكن وبيبقوا دايما يظهروا لي في الامو وانا مش عاوزاهم يظهروا لي تاني طبعا دي مشكلة بتقبل الناس كتير ان في ناس كتير كان معاها الاول رقمي ودلوقتي بقوا يظهرين في الامو ازاي بقى احزف جهة الاتصال دي فيلا بنا يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك الفيديو داي ولو اول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ويلا بنا على الامو بابدأ افتح الامو بالشكل ده كده وبابدأ ان انا اضغط على الايكونة اللي هي شبه ايكونة الشخص دي بابدأ ان اضغط عليه لما اضغط عليه طبعا بنبدأ ان احنا ننزل وبيظهر لك طبعا كل الناس اللي كان معهم ارقامك يعني حتى من فترة او من دلوقتي او عندك على الموبايل او كان من فترة عندك على الموبايل بعد ما حزفت الرقم برضو ظهروا على الايوم بابدأ اضغط على طبعا هنا الكل الاشخاص الموجودين كان معايا ارقامهم تمام اهو موجودين اهو طيب فين بقى الشخص اللي انا احزفه خالص واعمله حاسب بضغط ضغط طويلة على الشخص ده طبعا هنا بيظهر لك كل حاجة بعد ما اضغط ضغط طويلة بيظهر لك الجزء ده كده بضغط على ملف التعريف من ملف التعريف بيجي لك بالشكل ده بيجي لك الرقم وبيجي لك كل حاجة بابدأ اضغط على التلت نقاط الاعلى من التلت نقاط بابدأ ان انا انزل وهنا حاسف جهة اتصال هنا حاسف جهة الاتصال بضغط على حاسف جهة الاتصال وهنا هل تريد بلتأكيد حس في جهة الاتصال هزيه بضغط على نعم. هنا كده خلاص كده محزوفة. ممكن انت لو عندك كم شخصة على الايمو بتعمل نفس الخطوة دي لان مش متاح عندك انك تحدد يعني كم شخص ان انت تعمله نفس الخطوة دي. فلا انت تعمل شخص شخص بتضغط ضغطة طويلة ملفل تعريف تلات نقاط حس في جهة الاتصال بتتحزف عندك مش بتظهر تاني. بدون بقى حظر وبدون ان انا اعمل حظر اي شخص عندي. بس كده عندك اي سؤال اقصد افسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.